بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أغفيتم وما أألنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السجين إن يفقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أصوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملق لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أصوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله وليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو لغني الحميد أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودا والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتهنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى القفار لا هن حل لهم ولا هن يهلون لهم وآتوهن ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكعوهن إذا آتيتموهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسقوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى القفار فآقبتم فآتوا الذين فآتوا الذين ذهبت أضواتهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِقْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَصِرْقِنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهُتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِئُهُنَّ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمٌ وليئسوا من الآخرة كما يئس القفار من أصحاب القبور